وينضم إلينا لتعليق من السيديوهات الغد بوسط القاهرة جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي سيد جمال مجزرة دوار الكويت جريمة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة منذ السابع من أكتوبر والمجتمع الدولي لا يزال يلتزم الصمت المخزي تعليقك على الجريمة الجديدة تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل سادة المشاهدين استمرار آلة الحرب الإسرائية في المزيد من المجازر تجاه الأبرياء في قطاع غزة بيؤكد أن هناك محاولة حثيثة من جيش الاحتلال لإجهاض كافة الحلول السياسية هذا ما يمكن أن نستشف من استمرار مثل هذه المجازر اللا إنسانية فنحن الآن ونحن نتحدث عن الحلول السياسية وعن محاولات الأطراف الإقليمية والدولية حتى لتحفيز كافة الأطراف للذهاب إلى هدنة وإيجاد حل سياسي لوقف إطلاق النار تذهب آلة الحرب الإسرائيلية لمزيد من القتل ومزيد من المجازر هذه المجزرة البشعة في الحقيقة مجزرة دوار الكويت في الحقيقة تضاف إلى سجلات الإجرام الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي مجزرة في الحقيقة بتؤكد أن هناك محاولات طوال الوقت لإغهاد أي حلول سياسية والذهاب إلى فقط هذه الحلول العسكرية خصوصا أن نتنياهو أصبح يخشى من فكرة إقاف الحرب وأصبح متشبث بفكرة أن تظل آلة الحرب على الأرض على أرض الواقع مستمرة في حظ أرواح الأبرياء والمدنيين حتى يضمن بقاء في السلطة ويبقى بقاء على رأس هذه الحكومة اليمينية وبالتالي نحن نتحدث عن مجزرة اليوم هي في غاية الصعوبة تذكرنا طبعا بمجزرة شارع رشيد التي كانت في ظروفها مماثلة لهذه المجزرة أبرياء يذهبون فقط للحصول على كسرة خبز وشربة ماء فيجدوا الرصاص في استقبالهم وهذه في الحقيقة سقطة في جبين الإنسانية على المجتمع الدولي أن ينظر لهذه المجازر على أنها خرق حقيقي لفكرة القانون الإنساني الدولي وإسقاط لمفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام ويجب أن يكون هناك تعامل أكثر صرامة مع الجانب الإسرائيلي الذي أصبح يهدر حقوق الإنسان في قطاع غزة لا يمكن أن يظل فقط الضغط الأمريكي متعلق بالعقوبات على بعض المستوطنين أو ما يتعلق بالحديث عن المستوطنين ولكن يجب أن يكون الضغط الأمريكي الآن يعني ينتقل إلى مرحلة متقدمة مرحلة لها علاقة بوقف الإنسان العسكرية ووقف التمويل والضغط السياسي القوي على هذه الحكومة اليمينية التي أصبحت تمارس مجازر بشعة يوما بعد يوم تجاه الأبرياء في قطاع غزة نعم يعني سيد جمال هذا يأتي في اليوم الذي سلمت فيه حركة حماس ردها للوسطاء وأبدت مرونة في ملف التفاوض السؤال الآن إلى أي مدى يعني تعقد مثل هذه الجرائم الجديدة التي ترتكبها إسرائيل يوميا وليلا ونهارا ملف عملية التفاوض وتصعب من الثمن المدفوع من قبل المقاومة الفلسطينية ومن ثم تؤدي إلى تشدد المقاومة الفلسطينية في عملية المفاوضات بالتأكيد يمكن كما كنا نتحدث يعني الجانب الإسرائيلي يريد أن يعرقل كافة مصارات الحلول السياسية ووقف إطلاق النار خاصة كما حرج ذكرت هذه المجزرة الآن تأتي يعني في ظل حراك دولي وإقليمي يعني لوقف إطلاق النار من نرى إزاي هناك الآن ضغطا أمريكيا وضغطا أوروبيا وعملا مصريا قطريا أمريكيا لوقف إطلاق النار وأيضا طبعا انتقال للحكومة الفلسطينية لرئيس حكومة جديدة أيضا ما أبدته حماس من مرونة في التفاوض إذن نحن نتحدث عن أجواء من المفترض أن نصفها بالإيجابية في ظل هذه الإيجابية التي تذهب بنا إلى وقف إطلاق النار نرى على الفور حراك إسرائيلي إجرامي لعرقلة كافة هذه الجود وإجهاد أي بحاولات للتسوية السياسية أو لوقف إطلاق النار إذن هذا أيضا يؤكد أن الجانب الإسرائيلي غير معني وهنا أتحدث بالتحديد عن نتنياو غير معني بأي تسوية سياسية غير معني بالمحتجزين حتى الإسرائيليين غير معني بأي من الأمور السياسية هو فقط يحاول أن يظل يشعل الأوضاع ويدخل حتى المنطقة يعني الأمر الآن لا يقتصر على الأوضاع داخل قطاع غزة ولا حتى يقتصر على فكرة مدينة رفح الفلسطينية بل يتسع أكثر من هذا نحن نتحدث عن فوضى إقليمية بكل ما تحملوا هذه الكلمة من معنى نتحدث الآن عن خمس جماعات منفتحة في هذا الصراع ونتحدث عن مخاوف إقليمية كبيرة جدا من الأحداث الجارية في قطاع غزة وبالتالي أنا أعتقد أن بتأكيد نتنياو يريد أن يعرقل كافة مسارات التسوية السياسية وهو المسؤول في الحقيقة عن عدم توصل إلى هدنة حتى الوقت الراهن حتى الوقت الراهن كل هذا الحراك الإقليمي والدولي من عرقله من وجهة نظري هو تعنت نتنياو وتعنت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا تستجيب لأي أصوات سياسية فقط هي تريد الإعلاء من فكرة آلة الحرب أو من صوت آلة الحرب الإسرائيلية على أرض الواقع ولا تنصت أبدا حتى للضغط الأمريكي وهذا في الحقيقة هو سبب الخلاف الذي أصبح ظاهرا بين بايدن ونتنياو في الوقت الراهن الخلاف أصبح ظاهرا على السطح وأصبح الضغط الأمريكي حتى ضغطا معلنا على نتنياو وهذا أمر غير مسبوك حتى في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وهذا يؤكد أن نتنياو لا يبالي حتى بالضغط الأمريكي بل يحرج الجانب الأمريكي الآن وهذا في الحقيقة أمر يجب أن تنظر له الولايات المتحدة الأمريكية بعين الأعتبار لا يجب عليها أن تورط نفسها أكثر من هذا لا يجب أيضا أن تحرج نفسها أمام المجتمع الدولي أكثر من هذا لا يجب أيضا أن تفقد مصدقياتها أمام المجتمع وتتخلى عن مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي أكثر من هذا وعليها أن تكون أكثر حزما نعم ندرك أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علاقات استثنائية وعلاقات لا طبيعة خاصة ولكن أيضا أين المصلحة الأمريكية من كل هذا أين التموضع الأمريكي الدولي من كل هذا نتحدث عن صراع دولي القضايا الفلسطينية جزء منه وليست كل الصراع الدولي وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تنظر لمصلحاتها وتنظر لمصلحة الإقليم بشكل عام يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدفع الثمن حتى الآن الذي يجعلها تتحرك يعني ما زالت مصالحها لم تتعرض بعد للإيلام أو للشدة حتى تتخذ موقفا إيجابيا يعني هذه أيضا علامة استفهم أخرى لماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر كارثة في الشرق الأوسط يعني أيضا أنا أعتقد أن ما حدث حتى في باب المندب وجنوب البحر الأحمر هو مهدد للاقتصاد العالمي والولايات المتحدة الأمريكية متضرر أساسي من أي ضربات للاقتصاد العالمي خاصة الجميع يدرك أن الاقتصاد العالمي الآن في ورطة كبيرة للغاية وبالتالي ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر انفجار الموقف في الشرق الأوسط أكثر من هذا في الحقيقة هذا مضر للجميع هذا مضر لكافة الأطراف الدولية وهذا ما يدفع الآن أصوات عقلة في الاتحاد الأوروبي للضغط أكثر على الجنب الإسرائيلي أو الدخول حتى في فكرة الوسطات وحتى رأينا مسؤولين أوروبيين الآن في زيارات في منطقة الشرق الأوسط لأن في الحقيقة انفجار الأوضاع في المنطقة أمر يندر بكارثة عالمية وبالتالي هذه في الحقيقة علامة استفهام كبيرة ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن مصالحها بالفعل تضررت على صعيد الصراع وعلى صعيد خريطة الصراع الدولي يعني حينما نرى الآن ما يحدث في شرق أوروبا والتقدم الروسي على هذه الجبهة هو ضرر للجنب الأمريكي والجنب الأمريكي يدفع تمن أنه انجر عسكرية ناحية الشرق الأوسط وحدث أنواع من أنواع الخلل في الدعم للجنب الأوكراني نتاج الضعف التمويل الأمريكي للجبهة في شرق أوروبا وبالتالي الروسي بالفعل خسرت نتاج استجابتها لرغبات نتنياهو ولكن هذه ربما تكون خسارة حتى الآن محدودة ولكن الخسارة الكبيرة إذا انفجرت الأوضاع أكثر من هذا في منطقة الشرق الأوسط أعتقد أن هذا سوف يلحق بخسائر كبيرة للغاية سواء على صعيد التموضع السياسي للولايات المتحدة الأمريكية في قريطة العالم أو على صعيد حتى الاقتصاد العالمي والأضرار التي سوف يخلفها يعني اشتعال الصراع أكثر من هذا في هذه المنطقة الحيوية التي تمثل الشريان أعتقد أنه الرئيسي الآن والعصب الرئيسي في الاقتصاد العالم بعض الأراء تلحب اللائمة على الدول العربية والإسلامية لأنها لم تتخذ حتى الآن موقفا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية حرصا على مصادحها أن تتخذ موقفا أكثر إيجابية تجاه إسرائيل ما رأيك في هذا الرئيس؟ لنكن أكثر واقعية بالتأكيد الدول العربية والدول الإسلامية تعمل ولكن لا يمكن أن نتحدث عن أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من الممكن أن تتأثر بالعكس سوف يظل الدعم الأمريكي للجنب الإسرائيلي دعما قويا وموجودا وإن حتى اختلفت المصالح الوقتية التي تفرض نفسها على أرض الواقع كما نشهد الآن وبالتالي مهما كانت ضغط العربي مهما كانت ضغط من الكتلة الإسلامية ولكن تظل الخصوصية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والجنب الإسرائيلي هي خصوصية مهما كان الضغط العربي الإسلامي لن يحركها ولن يؤثر فيها وبالتالي نعم الكتلة العربية والكتلة الإسلامية تضغط بلغة المصالح واللغة السياسية واللغة الدبلوماسية وتحاول تحريك الرأي العام الدولي وحجد الرأي العام الدولي وهذا مفيد وفي الحقيقة أنه أثر إيجابيا هلما نرى الآن الحراك في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الشارع ما يحدث من حركات رافضة للحرب في غزة على مستوى الشارع الأمريكي أو على صعيد الشارع الأوروبية هذا في الحقيقة يجب أن نرجعه للنجاح العربي والحراك العربي خاصة من الدول التي استطعت أن تحشد الرأي العام زي مصر وغيرها من الدول الإقليمية والعربية المؤثرة وبالتالي نحن نتحدث عن دور عربي وإسلامي يعمل في النطاق الذي هو مسموح به أو الذي تمتلك فيه الإمكانيات المتاحة للعمل فيه وبالتالي نحن نتحدث عن دور سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي دور موجود ولكن تظل خصوصية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عقبة حقيقية أمام الضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية لأن سوف تظل الإسرائيل هي الإبن المدلى للولايات المتحدة الأمريكية وسوف تظل إسرائيل لها خصوصية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حتى في ظل تضرر بصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل عام تظل الولايات المتحدة الأمريكية قابلة لأن تخسر المزيد مقابل أن ترضي إسرائيل وهذه أيضا علامة استفاهم كبيرة للغاية لماذا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هدير خسائر وعلى أن تضرر بمصالحها ومصالح حلافائها أيضا في المنطقة مقابل فقط أن تردي هنا ليس إسرائيل بالمناسبة فقط تردي مصالح نتنياهو وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعيد التفكير فيما يتعلق بأنها الآن لا تدعم إسرائيل هي فقط تدعم نتنياهو ورغبات نتنياهو وهناك فرق كبير في هذا الأمر